ستة عزة بتقول أبويا متوفي وكان متجوز زوجة تانية مطلقة من زمان وطلقها من زمان وهي معها تلت بطايق ومتجوزة تلاتة في وقت واحد شفتوا تشويه الشرح فهي بتسأل بتقول أنا أعمل إيه خلاص ارفعي للقضاء ارفعي أمرك للقضاء وثبتي أن هي عملت كده الستة ماريوم بتقول أنا مش بصلي أنا بكلم زوج الستة ماريوم مش الستة ماريوم أخونا زوج الستة ماريوم براجل بيصلي ربنا سبحانه وتعالى قال لي سيدنا النبي وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لابد أن كل واحد فينا يتابع أهل بيته خدوا بالكم أن صيانة أهل البيت مش بالإنفاق والأكل والشربه بس لا بالحرص على حدود الله شفوا سيدنا النبي في جماله وهو بيعلمنا بيقول رحم الله امرأة رحم الله امرأة أيقظت زوجها للصلاة لصلاة الفجر يعني فأبع فجاءت بإناء فيه ماء فنضحت في وجهه الماء يعني رشت عليه كده أظن لو عملت كده دلوقتي هيطلقها أقول أنت إزاي تصحيني على نايمة ده شرح ده خايف عليك تغش النار ورحم الله رجلاً أيقظ زوجته للصلاة فأبد فنضح في وجهها الماء اللي هو في شهر العسى كده تلاقوه تلاقوهم بيسحوا بعضهم بوردة إحنا بنصح بعض على طول طول السنة لصلاة الفجر بجمال وأدب وأخلاق وتلاقي مثلاً الزوج هو بيقمر زوجته بالصلاة كأنه بيحسسها أن هي مواطن درجة تانية أمي صلي لا بالراحة خد بإيديها للجنة إجعل نيتك أن أنت بتاخد بإيديها للجنة وكذلك الزوجة اوعى تنصح زوجك في الصلاة قدام أولاده أمي يا رجل صلي مولادك بيصلى هم ما تحسشيش أولادك أن أبوهم أقل منهم وده هيخلي عنده عنده وده أدب الموعظة وأدب النصيحة اللي علمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن حضراتكم فاكرين الموقف اللي قلته لكم أن السيدة عائشة لما كان عند سيدنا النبي الضيوف وجاءت خادمة السيدة حفصة معاها قصعة الطعام وضربت السيدة عائشة القصعة فوقت كان سهل جدا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يضرب السيدة عائشة لكن سيدنا النبي محب الشهيني السيدة عائشة قدام أصحابه فقال غارت أمكم يعني ده مش إساءة أدب ده غيرة من أمكم عائشة لازم ننشر الدين بجمال بأدب لازم نفهم قوامة الرجل صح لازم نفهم الشرع صح لازم نفهم تعدد الزوجات صح تعدد الزوجات مش واجب تعدد الزوجات أمر مباح لكل إنسان قادر عليه لديه من الظروف ما يجعله يخدم على هذا الأمر